يعني إيه حال بصيبرانية؟ بيعملوا إيه؟ الحروب دي هي موجودة لكن إحنا هي طبقات وبأن هكذا عملت مقدمة جميلة أخذ من النهاية اللي هو كالمستخدم، إحنا كمستخدمين، إحنا فين؟ إحنا في درجة بسيطة اختراق الحسابات الشخصية الحساب الشخصي لما بيتم اختراقه وعندنا إحصائيات للكلام ده كله اعرف إن الموضوع مش بسيط في طرف تالت بيلعبت الحساب بتاعك وإنت بيستخدمك استخدام غير لائق يعني ممكن يتحكم في أي حاجة تخيالها لدرجة أن يبدي رأيه أو يعمل إعجاب أو يعمل تغير في الحالة المزاجية وهكذا من صفحتي من حسابك من حسابك مش من حساب مزيف حسابك الشخصي خلاص ده كده يرجع لشخصك أنت الحاجة التانية بيغير الحالة المزاجية أو الرأي العام يعني بيعمل زح زحة كده تحس إن إيه النهاء بكرة فيه إيه؟ يا طرى فيه إيه؟ فيه تأتيق ترند وإنت عارف موضوع الترند صناعة الترند زي ما كنا نقول كده زمان حديث المدينة أعلى إنجيجمنت أعلى تفاعل فيأطار أنت مبين حكتيني حقيقي؟ يعني هل الفيديو ده أو الحدث يعني في تحليلك ليه؟ هل يستحق الترند ده؟ يا إما هو مصطنع فالمصطنع من حسابات تم اختراقها خلاص فده كده الحاجة التالتة هو صداع حقيقي في رأس الحكومة أنا ده مصطلح بقوله لك بمعنى أنت لما تلاقي عشرين مليون واحد بشرائح مختلفة من الأعمار يتكلمون في قضية معينة وضد الحكومة طب مين يطلع وينادي بالكلام ده؟ ده كله ايه؟ اختراف حسابات الشخصية طب بالكلام ده منين بقى؟ أنا مش عايز أتكلم فيه يعني جهل لا أنا عايز أقول عبارة الأشخاص اللي ما عندهمش وعي تكنولوجي أو على عدم دراية بالتطور التكنولوجي بيستخدم التكنولوجيا استخدام خاطئ وعنده فضول وفراغ بعد شغله كموظف أو في قضي يدخل ويعمل لايك أو يدخل على الإعجاب فالتريند اللي شغال اللي ما بين روسيا وأوكرانيا ظهر له خبر ما بيتحققش من الرابط يدخل الدخول ده بمثابة فخ وجمعها فخ زي ما أنت بتقول أو في خاخ طب لو دخلت يبقى فخ لي بقى؟ دخل حسابك فيروس أو برنامج تم صناعته من طرف ثالث عشان يتحكم في حسابك دي اللي هالإمبادت فايلز مظبوط كده يحط في فيديو أو في صورة إلى آخر خلاص ويفضل موجود عندك وأنا مش هو خبالي يعني صورة فروح تدايس عليها عشان نفتحها أبص فيديو نفس القصة فبيبقى جوا إمبادت فايل ده بيبقى بعد كده بيصخر الحساب لمصلحك 24 ساعة تلاقي نفسك عامل لايك لبيج تعمل جوين لجروب ويبدأ أنت مش عفت تحكم في الحساب بتاعك لكن برضو دمش الغرض الغرض ده غرض إلى حد ما تجاري لشراء المشاهدات والإعجابات وأواء الأخيرة لكن فيه ساعة الصفر لجهات تانية بتشتري بأرقام والبيتكوينز بقى الديجيتال كارنسي وكده العمولات الرقمية إن ده عصابات خارج الحدود بتتحكم في حسابات وتم رصد الحسابات ده في مصر تعديداً ما يقرب من 50 دي 53 حساب تم اختراقه من الطرف الثالث من إجمالي حاجة و 70 مليون حساب ناشط أرقام دي حقيقية يعني 53 55 مليون ده حسابات جهزة تعمل هجمة هجمة عبارة عن إيه؟ رأي عام تبدي برأيي يعني ممكن بكرة تلاقي فيه رأي مع روسيا ورأي مع أوكرانيا رأي مش عافية أرقى هوا ده إذن دي هجمة مجتمعية على الحسابات الشخصية ده نوع أما لو أنت دلوقتي مش بتستخدم الموالباس وبتستخدم اللابتوب فانت البيئة اللي أنت قاعد فيها الـ operating system نظام التشغيل فتلاقي فيه فيروس عندك في الـ backdoor الخلفية بتاعت نظام التشغيل الفيروس ده بيتحكمه فيه الطرف الثالث برضو إنه يعمل هجمة أنا كمستخدم بتلقى أخبار من ويب سايت طيب الـ ويب سايت ده مش شغال معناه أن في حد هجم هجمة على سيرفر أو خادم الموقع ومنع ظهور الأخبار فدي نوع من أنواع الهجمات الهجمة التانية مش دولتنا حم نتكلم فيهم دلوقت مش أنا فاهمك بشكل عام يجي لك فيروس من إيميل أو هجمة على وجودك وانت في الـ online يشفر الملفات ده اسمه هجمات الفيروسات الفيديا إنه يشفر لك ملف وبعكية يظهر لك رسالة ويقول لك أنت عشان يفكر لك الملف ده أو الشفرة يديني مقابل مادي فدي نوع الهجمات يبتزاز خلاص كده طبعاً يبتزك يبتزاز مادي دي اسمه الهجمات لكن بقى فيه هجمات بمعنى بص يا سيدي وإحنا قاعدين دلوقتي وعايز أقول لك فيه لوحة المفاتيح قدامنا هنا عايزين مفتاح رقم 3 ينزل طب هتحكم فيه إزاي وانا سعر أشوف المفتاح رقم 3 الفيشة بتاعته فين ولو عملت قفلة في الفيشة دي يحصل إيه المفتاح ينزل أهو نوجك فأنا عشان أسيطر على مكان عفوا نهاية في الحروب بقى حكومي بقى وفي قطاع أمني أو 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 عايز أوصل فلازم حد يكون جوه ويوصل يو اس بي فلاش أو يعمل حاجة بناء على الحركة الفيزيكلي الشخص بذات نفسه يحصل كونكتد اتصال ما بينه ما بين طرف ثالث من بره يحصل كونكتد اتصال وتحصل الهجمة يعمل يبقى تعطيل البناء التحتية لهذا المكان اللي احنا اسمعناها في الأخبار إذن معنى الكلام إيه أنا بدي أسقاط دلوقت معنى الكلام فيه هجمة استباقية على المكان ده بدخول هجمة فيزيكلي للمكان واتصال من سيرفرات خارجية عشان ساعة السفر يعمل الهجمة ويجي يتم ذكر إيه بقى إنه تم تعطيل البناء التحتية ها دي نوع من أنواع هيدا الخطورة بقى وهو ده الرعب الحقيقي فأنا إزاي عمل سكانينج إزاي أكشف المكان هل فيه حد جوة ولا مفيش على أنظمة التشغيل نفس القصة حساباتنا نفس الموضوع ليرز طبقات هيدا الخطورة ترجمة نانسي قنقر